خلينا نروح للخبر اللي بعد كده وهو كرة السلة سيدات زمن رجال بلعبوا الدور التمهيدي في دور السوبر السيدات بتلعب كمان ولكن السيدات سبقانة بخطوة هي في الجولة الرابع نادي الاهلي كان عنده مباراة مهمة مع ناصر التامين وناصر التامين عملة فرقة جيدة جدا ولكن الحمد لله الفرق كان كبير جدا 82-59 المطشي كانت لعب مبارح على صالة الشهداء الصالة الزغيرة بأهل الجزيرة وسيطرت فرقتنا طبعا من أول المباراة لغاية آخرها وطبعا المدير الفني كابتن طريق خيري ريح لعبتنا عشان المطشيات اللي جايه أكيد لأن الكيرفة علي برضو هنروح وهنرد على المنافسة التقليد سبورتينج اللي الحقيقة بيعمله يعني برضو مباراة كويسة ولكن يتبقى إن شاء الله التوفيق لفرقتنا الفوز ده رفع رصيدنا رصيد 8 نقاط 4 انتصارات متتالية الدوري طبعا هيقف شوية عشان ارتبطات 3 على 3 في توليس الجريب أن 3 على 3 يعني برضو أنا عايزة حط علامة استفهام صغيرة كده والحقيقة شفت على صفحات كل الصفحات المتابعة للبسكت في النادي آلي مدير فني 3 على 3 هو كابتن محروس المدير الفني نادي سبورتينج والحقيقة أنا لعبت مع كابتن محروس الفكرة دلوقتي إنه كابتن محروس اختارت فرقة أو تشكيل 3 على 3 اللي هم تقريبا أربع لعبين اختارهم من النادي الأهلي فالنهارده يعني غريبة شوية يعني حتى لو يعني عصده إجهاد على اللعيبة احنا عندنا ثرية صابت في أحد المباريات إجهاد والنهارده غابت قايم 3 على 3 من أي لعبة من سبورتينج فالموضوع ده أثار تساؤلات كبيرة جدا إنه النهارده ليه بنحمل على لعبات النادي الأهلي أو لعبات النادي الأهلي وإحنا راحين على الفاينالز هو لا الموضوع محتاج مراجعة ما لازم يتوزع الحمل على اللعبات أنا أصلا ضد فكرة النادي الأهلي 3 تتلعب بلعبة 5 على 5 ولكن الاتحاد شايف كده هو أضرع ولكن ما بقاش التحميل على نادي واحد ما بقاش التحميل في الفاينالز على فرقة واحد رجاءا ويا رب يتاخد ده في الاعتبار النهارده عندنا أربع لعبات لو لا قدر الله حصل له حاجة هنخسرناها طب الحمد لله لو الأمور مش تفيد حسن الظروف هيجهده وهيرجعه لك مجهدين يا جماعة ما يرديش ربنا أبدا أن النادي الأهلي عنده أربع لعبات بلعبه في 3 على 3 ونادي سبورتينجي النادي المنافس لعبته مريحة أنا بس بقول يعني شهادة حتى الجمهور النادي الأهلي خد باله من ده وأرد على كل الصفحات أتمنى أنه ده يتاخد في الاعتبار في اللجنة المسؤولة عن 3 على 3 اللي هي طبعا كابتر رحابة الغنام هي المسؤولة عن 3 على 3 أتمنى ده يتاخد في الحسبان والاعتبار الفترة القادمة